لكن المستهدف الحقيقة هو كابتن محمود الخطيب المستهدف بشكل مباشر لما تركزه في حاجات كتيرة قوي ما هو برضو اللي بيعمله الخطيب مش ليل وأي نفوس مريضة أو نفوس مهزوزة هاتي الدايع فيه ترفع فيه أداء مسؤول فيه وضع لقيمة النادي في المكان المستحق لكن احنا هننزل لمستوى أن احنا باستمرار هيبقى فيه تراشق أولا ده تقليب للجماهير ثانيا تجدير للعملية الرياضية نفسها العملية الرياضية اللي محمود الخطيب نشأ فيها كرجل رياضي بلغ القمة في نجاحاته الكروية اللي خلت مصره هي بتنظم كاس الأمم الأفريقية لو تفتكروا من شهور واحد من سفراء البطولة يكون محمود الخطيب بما يسعد كل الجماهير الأهلوية وجماهير الكرة المصرية عمتها فيتم اختيار الكابتن محمود الخطيب سفيرا للبطولة يجي الاتحاد الأفريقي يكرم أساطير الكرة في أفريقيا في تاريخها فيختار ضمن أبرز أساطير الكرة الأفريقية الكابتن محمود الخطيب ده قيمة محمود الخطيب بعطاءه بسيرته بمسيرته بإخلاصه بسمعته بنزهته كان موزج مشرف لهذا الوطن ولهذا النادي وأنا مع كتير من التعليقات اللي بطريقة المعلقين ماذا بينك وبين ربك يا خطيب بالله عليك إيه اللي بيخلي هذا الانصاف من ربنا سبحانه وتعالى يجي في وقت كلما زاد التطاول زاد الانصاف كلما زاد التحامل زاد التقدير والتكريم بشكل يكاد يكونوا مرتبطين ببعض يعني دي مسألة في سلوك الانسان في سمعته في تاريخه في عطاءه في نيته في إخلاصه لأنه حتى في الفترة الأخيرة يطلع موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الاتحاد الدولي للتاريخ وأحصاءات كرة القدم يختار 48 أسطورة من أساطير الكرة حول العالم في تاريخها في تاريخها يتقدمهم الجوهر السوداء بليه ويكون ضمن هذه الأساطير العالمية 48 في تاريخ هذه السحرة المستديرة على بساطة الكرة الأرضية يكون الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد أبو تريكا بين هذه الأساطير شايفينوا الصورة اللي جمعت كل أعظماء الكرة بشكل يسعد كل أهلاوي ويفخر به كل مصر محب لهذا الوطن أن يكون الكابتن محمود الخطيب بليه ميشيل بلاتيني مارادونا ديستيفانو بصوا كما من الكرة بليه في وسعه لأجل أن يكون النادي الأهلي دايما وأبدا في هذه المكانة وفي هذه القيمة المستحق شفنا الخطابات وشفنا الرد عليها كان ماشي إزاي واختيار الكابتن محمود الخطيب ضمن أساطير الكرة حول العالم ترجمة نانسي قنقر